ينضم إلينا من رمال الكاتب والباحث السياسي خليل شهين سيد خليل أهلا بك معنا استعداد لكافة السيداريوهات دون سعي للتصعيد هذا هو التصريح الذي صدر خلال اجتماع الحكومة الأمنية المصغرة الإسرائيلية للتعاطم مع تدعيات الهجوم في حي النبي يعقوب ولكن هل فعلا تستطيع إسرائيل وحكومة بن يمين نتنياهو تحديدا التحرك والرد من دون أي تصعيد يعني في الواقع أن ما تقوم به حكومة نتنياهو هو التصعيد بعينه ما الذي يعنيه التوسع في بناء المستوطنات هدم المنازل وليس فقط منازل أقارب منفذي العمليات اليوم وفق بن جبير بدأت حملة منذ هذا الصباح من أجل توسيع هدم المنازل داخل مدينة القدس بدءا من هدم منزل في منطقة جبل المكبر إضافة إلى كل ذلك حملات الاعتقال التي أشرتهم إليها قبل قليل والإنفلات من قبل المستوطنين في شن اعتداءات واسعة النطاق في الأراضي الفلسطينية والقادم ينبئ بمزيد من التصعيد لا سيما أن هناك مكونات يمينية متطرفة في الحكومة بزعامة سموترش وبن يفير لا تقبل بما تم اعتماده حتى الآن من قبل الكابنت الإسرائيلي وتدفع باتجاه اتخاذ المزيد من الإجراءات وفي معظمها تركز على الاستلاع على مزيد من الأراضي عمليات القتل تسهيل تعليمات إطلاق النار بما في ذلك من قبل المستوطنين زيادة أعداد الأسلحة الموجودة بعيدة المستوطنين هناك تقارير أصلا كانت تشير منذ عامين إلى وجود 380 ألف قطعة سلاح في يد المستوطنين في الضفة الغربية إذن نحن أمام خارطة طريق تصعيدية تنفذها الحكومة نتنياو تنقلنا من مواجهة إلى مواجهة أخرى أكثر اتساعا إلى مواجهة أخرى أكثر اتساعا هذا أيضا مقترحات سيد خليل بتسريع وتوسيع نطاق ترخيص السلاح بشكل أكبر للمواطنين والمستوطنين طبعا عندما يتم الحديث عن استعدادات ولكن من دون سعي للتصعيد هل هذا يعني بأنه ستكون هناك أيضا نجات أخرى إسرائيلية ولكن لن نشهد أي رد عسكري واسع النطاق مجمل البنود التي تعد بالعشرات في الاتفاقات الاتلافية الموقع بين الليكوت بزعامة نتنياو ومكونات حكومته وخاصة مكونات الصهيونية الدينية تنطوي على تصعيد قادم لم نبدأ بأن نشهده حتى حتى الآن الشهرين الأولين من عمر هذه الحكومة تقضي بضرورة الإسراع في إقرار معدد من التشريعات المتعلقة بالاستيطان والضم وتوسيع عمليات إطلاق النار وتشكيل ما يسمى الحرس الوطني الذي سيضم في الغالب ميليشيات المستوطنين ويعطيها بعدا رسميا ودعما وتسليحا وتدريبا من قبل الحكومة الإسرائيلية هذا كله يجب أن يتم قبل إقرار الموازنة الإسرائيلية وهو مرتبط بها أي أنه إذا لم يتم تنفيذ هذه البنود فلن يتم وضع موازنة وعدم وضع موازنة وفق القانون الإسرائيلي تعني سقوط الحكومة لذلك منتنياه مكبل أيضا وصف غيامضي قدما في الاستجابة لحملة الابتزاز التي يقودها بن كبير وثمترش خلال الفترة القادمة أيضا دعينا نتذكر بأننا بعد ثلاثة أسابيع سوف نكون معلوم شهر رمضان المبارك في الأسبوع الأخير من شهر دار وفي منتصف شهر رمضان تبدأ أيضا أعياد الفصح اليهودي التي توظف وتستغل من أجل تصعيد عمليات اقتحام المسجد الأقصى المبارك في ضل دعوات من بن كبير وثمترش وبعض الأحزاب الدينية الأخرى لفرض ما يسمى السيادة الإسرائيلية على مجمل منطقة الحرم القدسي الشريف ماذا عن المساعي والجهود الإقليمية وحتى الدولية؟ الأنظار تتجه الآن إلى الزيارة التي سيستهلها وزيرة خارجية الأمريكية أنتوني برينكين إلى المنطقة بالرأيك ما الذي يمكن أن يحمله في هذه الزيارة؟ وهل من مساعي ربما للتهدئة؟ مجمل اللقاءات التي عقدتها المسؤولون الفرسطينيين خلال الفترة الأخيرة مع مسؤولين أمريكيين وصلوا بشكل متتالي إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية لم تسفر عن نتائج فعلية إذ أن المقاربة الأمنية التي تتبناها إدارة بايدن من أجل الاستمرار في إدارة الصراع لا تبدو ناجعها هي فشرة في شلال العامين الأخيرين والآن مرة أخرى يسمع الفلسطينيين طلبات من المسؤولين الأمريكيين بضبط النفس وعدم التصعيد والعودة مرة أخرى إلى التنسيق الأمني دون أفق سياسي بدون معالجة الجذر الأساسي لاستمرار الصراع والذي يقمن في بقاء الاحتلال وهذا الانفلات الاستيطاني لا أعتقد أنه يمكن تهدئة الأوضاع استمرار الاحتلال وإجراءاته وبرنامج الحكومة العالي هو وصفة ليس فقط لتصعيد بل لانفجار قادم ربما لا نعرف أين تنطلق شرارته ولا أين تنتهي شكرا لك سيد خليل الشهين الكاتب والبحث السياسي كنت معنا من رام الله شكرا لك